اشتركوا في القناة القمر موجود بالحوت رح ينتقل للحمل طبعا رح ينتقل بعد الحلقة يعني في أفناء بث الحلقة أو بعد الحلقة الساعة 56 دقيقة مساء رح ينتقل القمر لمنزلة الرشا ومنزلة الرشا هاي ممتازة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يستمر فيها لغاية الساعة 7 و21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش للليل القادمة وبعد هيك بيكون القمر انتقل لمنزلة الشرطين أما بالنسبة لتأثير القمر على كافة الأبراج بما أنه رح يكون أغلب الوقت موجود بالحوت بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزوا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين يا بيتغيب عن عمل نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح يا إما لأمور نفسية في هاي الفترة بنقع في حفال الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير أما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل هذا اليوم فهي كمية كبيرة من الزوايا أول زاوية رح تكون ما بعد الحلقة اللي هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر والمشتري ذكرناها بالأمس هاي زاوية إيجابية رح تكون في تمام الساعة 7 و47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر ونيبتون رح تكون في تمام الساعة 12 وتسع دقائق بعد منتصف الليل بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن أرض الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 55 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من الزوايا البطيئة هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وزحل رح تكون في تمام الساعة 7 و22 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 12 و9 دقائق بعد الظهر نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 12 و56 دقيقة قبل العصر بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجيي طباع أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 22 و33 دقيقة عصرا هاي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم طبعا هاي آخر زاوية بعدها بصير فيه خلو المسار يعني ساعة 23 و33 دقيقة عصرا رح يبدأ خلو المسار بتوقيت جرينيتش وحتى تمام الساعة 28 و21 دقيقة مساء وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه ما قبل خلو المسار أما بالنسبة طبعا للقمر رح يكون خلص استقر تماما في برج الحمل زي ما حكينا ساعة 28 و21 دقيقة مساء وزي ما شفتوا أنه الزوايا اليوم ممتزجة يعني ما بين النحوسة وما بين الإيجابية بتتقلب فعشان هيك بنقول أنه القمر اليوم ممتزج بطباعه يعني متقلب سريع ما بين إيجابية وما بين نحوسة فعشان هيك الأثار بتكون متقلبة على معظم الأبراج على معظم البيوت كما أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في الحمل معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 6-9 رح يبدأ الساعة تقريبا 44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر فيها حتى تمام الساعة 48 و43 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المكتمل 16 يوم بلش يتناقص القمر البدر رح ي تمام الساعة 5 ودقيقتين مساء بيصير 17 يوم نسبة الإضاءة برجع على 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في الحوت وينتقل الحمل حتى يوم 6-9 المزاج ممتزج عطارد في العذراء حتى يوم 5-9 المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6-9 المزاج منتحس المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 طبعا بلش يتباطأ أكثر وأكثر وبلشت الآثار للتراجع تكون واضحة فعشان هيك بلش مزاجه يصير مائل للنحوس أكثر المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه 29-9 مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 2021 مزاجه منتحس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أنه القمر أغلب الوقت رح يكون موجود في الحوت فمعناته اليوم برضو رح تحسوا طول المهار انه لسه في ضغط في تقلب بالمزاج في شعور بالتعب او الوهم او عدم الرغبة بالتحرك او بتشعروا بانه عبء الايام الماضي تراكم عليكو بتحبوا اليوم تأخذوا راحة اكثر او تمكتوا في البيان بيت اكثر او تهتموا بغذائك وراحتكو اكثر يعني شوية الأجواء بتكون مش مساعد كثير ومش داعم كثير بتطلب منكو الحذر وبرضو مراقبة الوضع الصحي وهاي اهم نقطة خلال الفترة هاي وعدم البدء باي شيء جديد اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اورانوس موجود وبشكل زاوية جيدة فعشان هيك بعطي فرص لبعض المسائل المالية خلال هذا النهار لبعض الاشخاص من موليد برج الحمل فممكن يحصلوا على مكاسب يا اما من عمل اضافي يا مستردات يا هبات يا صفقة سريعة هيك تجيب شوية مدخول في بعضكو رح يحصل على هدايا او دعم معين وهي قلة قليلة من موليد برج الحمل اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الاجواء جيدة وداعمة على مستوى التنقلات والحوارات والنقاشات ولكن المزاج شوي بظل عصبي طول النهار يعني سهل جدا انه تستثار او تعصب او تنفعل او توجه بعض الانتقاد او اللوم او الكلام الجارح فبدك تحذر اذا كان عندك امتحان او مقابلة او تنقلات او حركة بدك تدير بالك من الاصابات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت طبعا الزهرة صحيح بشكل زاوية ايجابية ولكن في زاوية اكبر اللي هي زواية تقابل هاي شوية بتضعفه فما زالت الامور الها علاقة بالبيت او ضغط او زيارات او واجبات او التزمات او امور الها علاقة ببعض الامور الضاغطة اللي الها علاقة للبيت تبتيجي على حسب حق الاختصاصكم يعني على حسب طبيعتكم الاجتماعية ايشي ففي منكم رح يكون عنده اعطال او اهتمام بصيانة او ترتيبات او مشتريات او مستلزمات منزلية او عائلية وفي اشخاص رح يعني يكون في ضغط عليهم اما بزيارات او واجبات عائلية او مواضيع بتطلب منهم نقاش وحوار بدهم يضبطوا اعصابهم اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها بعض الايجابية يعني على المستوى العاطفي ولكن حساسيتكم بتكون عالية فسهل جدا اي شخص يستفزكم او يتلاعب بمشاعركم خلال هذا النهار فعشان هيك بدك تدير بالك اثناء تعاملك مع الاحبة او مع احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء يعني تقريبا جيدة على مستوى العمل تقدر تنجز بعض الاعمال ولكن انا بقولك ما تحاول تدخل بعمل جديد حاول تنجز الاعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار يعني لغاية ساعات المساء ممكن تدخل بشيء جديد ولكن طويلة النهار حاول تنجز الاعمال الضرورية وحاول انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول تبعد عن الخلافات او النقاشات الحدي ما بينك وبين زملائك او رواسائك بالعمل اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى امورها علاقة بالشراكة فبتعمل نوع من انواع التوافق ما بينك وبين الشريك يعني في نوع من انواع المشورة او الاتفاق او تراجع عن قرار اهم ايش انكم متصدروش قرارات حادة بالفترة هاي او قرارات ممكن تسبب نوع من انواع الخلافات فعشان هيك اضبطوا عصابكم قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة شوي بتسبب نوع من انواع التوتر ممكن قلق من مصاريف او دفعات او التزامات او بكون عندك نشاط على امور الها علاقة اما ببنوك وضريبة وتأمين وديون او امور الها علاقة بالقضايا اللي بتتعلق بالامور المالية قضايا مالية اما شكات او كومبيلات او امور الها علاقة بقروض او نفقة او ميراث او اشياء من هذا القبيل الاجواء مش مساعدة او مش مناسبة لفتح مجالات جديدة في هذا الموضوع برضو ديروا بالك من النفقات اللي بتيجي على مستوى مصاريف منزلية او استشفائية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ممتازة جدا على مستوى امور الها علاقة بالاتصالات او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او تلقي اتصالات او خبر ما ممكن يجيك من خارج البلاد يطلب منك يعني اما ايجابي او سلبي هو بس يطلب منك حسن التدبر في منك رح يهتم ببعض المسال اللي لها علاقة بالجامعات او دراسة او امتحانات او مقابلات بدكوا تستعدوا بشكل جيد لانه القمر يعني في بيت المتاعب شوي بيسبب نوع من انواع الضغط وبيجيب نوع من انواع الاخطاء اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة شوي لموليد العشرية الثالثة هم اكثر ناس بدهم يكونوا حذرين فما يخالف القوانين ما يجازفوا ما يدخلوا بمشاريع مشبوهة يحاولوا يحافظوا على سمعتهم قدر الامكان واثناء تعاملهم مع زملائهم او رؤسائهم بالعمل بدهم يكونوا حذرين من بعض الامور اللي ممكن انها تفاق مشكلة معينة حتى ممكن توصل لمرحلة تياتر كعمل يا توجيه انذر اما بالنسبة للبيت 11 فالاجواء على مستوى بيت الاصدقاء تقريبا يعني مستقرة شوي تعاملكم بشكل روتيني مع زملائكم او رؤسائكم بالعمل وممكن تهتموا ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاصدقاء ممكن شوي يكون في دعوة حضور حفلة مناسبة زيارة اجتماعات لقاءات شغلات زي هيك او مساعدة صديق لالك او مبادرة صديق لمساعدتك في مسألة معينة اما بالنسبة طبعا للقمر لما في بيت المتاعب فهو في بيت المتاعب فبظل التعب مسيطر عليكم طيلة ساعات النهار في ساعات المسا بتبدأوا فترة افضل بتعدلكم نشاطكم المفقود وفيها هاي شوي بس تحذيرات من المزاج والعصبية والكلام اثناء التعامل مع الغير اللي بكون كلام جارح او لاذع او انتقادات برج الثور طبعا اليوم نفسيتكم احسن يعني فيه شوية لسه فيه طاقة موجودة يعني فيه نوع من انواع الايجابية ولكن كل ما اقتربنا لساعات المساء اكثر كل ما حسيته بالضغط اكثر كل ما حسيته ان الامور صارت مش مثل ما بدكم فيه اشياء راح تتعطل فيه اشياء ما راح تمشي بالشكل الايجابي فيه موعيد ممكن تلتغى فيه ممكن اعمال تتأجل فعشان هيك ببلش الاعطاء لتصير لان القمر بده ينتقل لبيت المتاعب فابتكوا تحذروا على تنتبهوا لصحتكم ولا ردات فعلكم ولا كلامكم اللي ممكن يكون زي القرباج لاذع فاحذروا من العصبية والانفعال اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها بعض الفرص المالية طيلة النهار وهاي بتعزز الوضع المالي فمنكوا راح يحصل بعض المكاسب او يهتم ببعض الامور المالية طبعا المكاسب عادة بتيجي من عمل اضافي من البيت الثاني فعشان هيك شوي بتطلب منكوا الجهد على هذا الموضوع واهم شي انكوا تقللوا من مصاريفكم اللي ما لها داعي لانه بتكثر المصاريف في هيك اوضاع فلكية اما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بتكون تحذروا بشكل كامل او يعني تراقب حالك من العصبية والحدية والانفعال واثناء حواراتك بدك تتركز بشكل جيد اثناء دراستك بتطلب منك تركيز زيادة لانه مشتت فكريا فما راح تقدر تستوعب انك تدرس مادة او تبحث عن موضوع معين فشوي راح تلاقي حالك راح تلتهي باكثر من موضوع او تفكر باكثر من شيء فيتشتت الفكر وما يكون عندك تركيز كامل اثناء تنقلاتك حواراتك نقاشاتك بدك تكون حذر زي ما حكينا اما بالنسبة للامتحانات بتطلب منك الدراسة وعدم الاعتماد على الحظ اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا على مستوى البيت جيد شيئا ما بتدعم من علاقاتك وممكن تعملك نوع من انواع التواصل مع العائلة في منك راح يهتم ببعض التصليحات او الترتيبات او صيان المنزلية فهي بتطلب اما مصاريف زيادة او بكون في نوع من انواع الارهاق يعني جهد للاهتمام اكثر في هاي المسال اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء المستوى العاطفي تقريبا جيدة يعني ما زال فيه فاقة ايجابية بسبب وجود الشمس اللي هي تقريبا الاقوى بحضورها في برج العذراء اللي بتدفعك للتوجه العاطفي او للمحبة او للحب او للغراميات او لاشياء لها علاقة بالاهتمام بمسائل تتعلق بالابناء او فرحة او خطوبة او موضوع بحث عن عروس مثلا لحد المقربين لايلك برضو بتجيب افراح الها علاقة بالحمل لبعض موليد برج الثور يعني الاجواء تقريبا ايجابية على المستوى العاطفي بالدعم من علاقتكم برضو ما بينك وبين الابناء والوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا العمل بده رح يبدأ يتراكم شوي شوي او تظهر بعض الاعطال او الاعباء او الجهد او الانشغلات او الاوامر اللي ممكن تكون مزعجة للك فعشان هيك بدك تكون حذر وتنتبه اليوم الاجواء ما رح تمشي معك مثل ما بدك تطلب برضو منك الاهتمام كل ما اقتربنا لساعات المساء انك تهتم لصحتك اكثر اما بالنسبة لبيتك السابع تقريبا الاجواء جيدة وتدعمك على مستوى بيت الشراكي شيئا ما في ساعات المساء ممكن تحتد او تتوتر او يصير خلاف او انزعاج من مسألة الها علاقة بالشريك شريك المال او العاطفة يعني زي الازواج تطلب منك الحذر وبالتدقيق في بعض التفاصيل وعدم اصدار قرارات ممكن انها تكون مش لمصلحتكم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا يعني بتحمل بعض الاهتمامات على مستوى الاموال المشتركة يعني امور الى علاقة بسداد الديون بالقروض يعني بعض الحسابات الدقيق فيها اكثر تبحث عن مخرج مالي او دعم مالي معين يعني بدها ان تتركز فيها وبتظهر بعض المصاريف اللي الها علاقة اما بمصاريف منزلية او مصاريف عائلية او مصاريف صحية برضو اما بالنسبة لبيتك التاسع يعني الاجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة وعلى مستوى اوراق سفر او اخبار عن سفر او معاملات قانونية او اشي العلاقة بالاقامة مثلا برضو هاي قسم من موليد برج الثور رح يحسوا فيها وقسم اخر رح يهتموا بمواضيع الهلاقة بالجامعات او الامتحانات او الدراسة او التسجيل هدولا شوي بدوا يطلب منهم خصوصا موليد العشرية الثالثة الاهتمام بشكل اكبر وما يعتمدوا على الحظوظ ويركزوا بالتفاصيل ويحاولوا يدرسوا ويركزوا لانه التركيز عندهم ضعيف بالفترة هاي وعندهم تسرع بالاجابات فشوي بدهم يضبطوا اعصابهم حتى بتعاملهم مع زملائهم او مدرسينهم في الجامعات اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة الجيدة يعني بتدعمك خلال اليوم تقدر تحافظ على سمعتك قدر الامكان وبرضو بتفيدك في مسائل الهلاقة بالعمل او مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الاجواء جيدة على مستوى بيت الصداقة بتعمل نوع من انواع التفاهم او التأقلم على مسألة معينة مع احد الاصدقاء او بتتجاوز اشي معين الى علاقة بحوار او نقاش حاد ممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او لقاء معين او يجي يصير عندك زيارة مثلا لاحد الاصدقاء الاتمينان عليه او لمساعدته اما بالنسبة لبيتك 12 فزي ما حكينا انه القمر في ساعات المساء يعني بدو ينتقل ويصير موجود بالحمل له بيت متاعبكم فرح تدخلوا في فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم حاذر من الدخول في مناقشات او جدال مع الاصدقاء ممكن تتطور الامور للاسوأ وبرضو بتحمل نوع من انواع القلق على صحتك او على صحة احد الاحبة برج الجوزاء بالنسبة للبيت الاول كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما صارت الاجواء او النفسية احسن لانه رح ينتخل قمر للحمل يعني بيت حليف لا اليك بيدعمك وبرضو رح يخليك تنشط باتجاهات الها علاقة بالاصدقاء او التواصل مع الاصدقاء او لقاء الاصدقاء يعني كل ما اقتربنا لساعات المساء الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية برضو في نوع من انواع الدعم والاخبار السارة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاجواء يعني فيها ضاغط على المستوى المالي ما زالت الامور يعني ضاغطة او بتشكل نوع من انواع العبئ او الاوهام يعني المشي وراء الاوهام او اشياء لها علاقة يعني بعض موليد برج الجوزاء اللي بيبحثوا عن الحضوض او عن اليانصيب او عن الذهب عن الاشياء هاي طبعا الفترة مش مناسبة لهاي الامور هاي مجرد اوهام وخداع نفس فبضى مضيعة وقت ديروا بالكوا عن مصاريفكوا من الضياع لانه الاجواء شوي مش مساعدة للكم مش بضحك انا لانه مستهزئ من الموضوع لا لانه الوقت مش مناسب لهاي الامور اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا بتدعمك على مستوى مسائل لالها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات والحوارات وكل ما اقتربنا لساعات المساء بتزيد الامور هاي اكتر وبصير عندك رغبة للتواصل مع بعض الاشخاص اهميش انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتسيطر على انفعلاتك قدر الامكان اللي عنده امتحان او مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد وبرضو اليوم بيحمل نوع من انواع التعامل ما بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فما زال القمر موجود في بيت العائلة فعشان هيك في مواضيع عائلية او منزلية او مع احد افراد العائلة بموتريتك او بتشكل لك نوع من انواع القلق او ممكن العصبية او النقاشات او الزعل او الاخذ اللي هي ما يخذ على بالك من التصرفات الاطراف الاخرى فعشان هيك بدك تكون حذر ما في داعي انك تفاقل من الامور وتكبرها طبعا القمر بمكان حساسي شوي وبرضو عندك الشمس وعطار التربيع هدولا بيجوا مع برجك بسبب نوع من انواع الضغوط على مستوى البيت صحيح انه في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالعقارات او الها علاقة بالبيت او ديكور او مشتريات او يعني بعض النشاطات المنزلية ولكن انه برضو في نوع من انواع الضغوط اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي كل ما اقتربنا لساعات المساء بصير الاجواء احسن يعني بتقارب ما بينك وبين الاحبة او بتطلاق انت وياهم او ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة باشخاص احبة افراد عائلة زي الابناء الوالدين ممكن يعني تهتم ببعض اللقاءات او نزوي او خروجي او نوع من انواع المرح اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها يعني بتسبب نوع من انواع المشاكل على مستوى العمل او تأخير او تأجيل ممكن تظهر اعطال او اعباء خلال هذا النهار على مستوى عمل معين ولكن عندك قدرة على انجاز هاي الاعمال مش انه يعني راح تكون صعوبة انك ما تقدر تنجزها برضو في نوع من انواع الاهتمام لبعض موليد برج الجوزاء على المستوى الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فانا بنقول لك دير بالك من تفاقم الامور وخصوصا انه الاجواء مشحونة فممكن تيجي العصبية في الزوج او الزوجة فحاول انك تبعد عن تفريغ طاقتك السلبية بالشركاء بالفترة هاي حاول ان قدر الامكان ما تتخذ قرارات صعبة او ما تضغط او ما تهمل او ما يعني توجه صفة الامر اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء يعني بتعمل نوع من انواع الاعباء على او المخاطر على مستوى الاموال المشتركة فعشان هيك هاي الاموال اللي ما بتعود لك عشان هيك في البيت الثاني بيبحثوا عن كنوز او دفائن او امور الها علاقة باموال غير زي اليا نصيب فعشان هيك بنقول لكم ديروا بالكوا الفترة هاي بتغرر في كل اوهام بتركز عليكوا اكثر فعشان هيك ما تخلوا مصاريفكم تروحوا على هاي الامور فبدال ما تجيب فلوس تخسر فلوس الفترة مش مناسبة لهاي الامور برضو اذا ظهرت امور الها علاقة بالديون او القروض ممكن تكون فيها نوع من انواع الازعاج او التأخير ممكن تحصل على دعم او هبة او منحة من احد الاشخاص ولكن الاهم انك تحافظ على اموالك من السرقة او الضيع اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة طبعا على حسب تخصصك او على حسب حياتك بيكون لما مش هالتأثيرات القوية ولكن على مستوى الجامعات والدراسة او الاهتمام بدورات معينة او مواضيع معينة ممكن انها تكثر عليك خلال هذا اليوم او تهتم فيها بشكل مباشر اللي عنده امتحانة او مقابلة يبدو يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود فيه لغاية نقول ساعات المغرب حافظوا على انجازاتكم القائمة في مجال العمل ووصلوا اي عمل بدأتم فيه من قبل ما تهملوه ما تأجلوه ومن ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل لبيتك 11 طبعا هي من ساعات الظهر بتبلشوا تحسوا بهذا التوجه انه بتصيروا تهتموا بالاصدقاء اكتر او تلتقوا الاصدقاء او زيارات بس اهم ايش انك تحاذر من الاندفاع او التهور بالفترة هاي اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل تدعمك على مستوى الصحة صحيح انه شوي فيه نوع من انواع التقلبات ولكن انه اجمالا الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية يعني حاول بس انك تركز على بعض الامور بشكل منطقي وعقلاني برج السرطان طبعا بالنسبة للسرطان معروف انه ممكن انه الفترة شوي لانه القمر موجود في البيت التاسع لايلك بمنحك طولة النهار بظل فيه نفس النشاط اللي موجود عندكم في اليومين الماضيات نفسيتكم احسن يعني فيه نوع من انواع الرغبة بانجاز كثير من الامور خلال هذا النهار او التحرك او التواصل اتصلات تنقلات حوارات حتى على مستوى دراسي او رغبة في بحث في موضوع معين بتكون قوية وطاقة عالية جدا عندك بس بدك تحذر في ساعات المساء انه الاجواء ما رح تظلها ايجابية شوي رح تتراجع فشوي الامور رح تصير الها علاقة في بيت السمعة وطبعا المريخ موجود في نفس المكان فبدكوا تكونوا حذرين من بعض التقلبات اللي رح تصير على مستوى بيت السمعة ديروا بالكم من المجازفات والمغامرات والاشياء هاي لانه الامور رح تكون ضاغطة طبعا لما نوصل عندها ما بنشرحها اما بالنسبة للبيت الثاني الاجواء تقريبا يعني بتدعمك على مستوى امور الها علاقة يعني باشياء مثلا بالامور المالية تحصيل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل اضافي اللي اهتمام كل ما اقتربنا للمساء بتهتم فيها اكثر لكن بتكن تنتبهوا للمصاريف لزيادة او لمضيعة فلوسكو او انه مصاريف ما الها داعي بالفترة هاي حاولوا انه تنتبهوا على اموالكم برضو من السرقة او ضيع اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء داعمة وبقوة على مستوى التحركات والاتصالات والنشاط القدرة الاستيعاب عندك عالية قدرتك للتحليل وسرعة البديهة عندك قوية جدا خلال هذا اليوم وبرضو القدرة على الاقناع ممتازة جدا يعني اي حوار اي نقاش حتى التسويق تبدع فيه بشكل قوي جدا وبرضو ممكن يكون لك تعامل جيد ما بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا على مستوى البيت الاجواء روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي صحيح انه ممكن تظهر بعض النقاشات او الحوارات او الاهتمامات العائلية الروتينية ممكن تيجي بعض اللقاءات المفاجئة عائلية او مواضيع عائلية تنفتح بشكل مفاجئ اهم شيء تضبط عصابكو ما فيه داعي للانفعال او التهور او العصبية حاول انك تخلي كلامك يكون مواضح وما تشتت المواضيع وبعدين يصير الحق عليك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي ممتازة وهي بتقارب ما بينك وبين الاحبة خلال النهار يعني برضو استغلوا النهار هذا لتقرروا من الاحبة او مصالحة او امور الها علاقة بالتواصل او حتى بعضكو اللي الاحبة بتيجي برضو على الابناء وتيجي على الوالدين يعني الاجواء العاطفية جيدة ديروا بالكو انه بساعات المساء ممكن تظهر بعض الخلافات او اللي انزعاج من تصرف او نقاش او فتح موضوع يسبب خلاف ما بينكم اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل بتساعدكم لانجاز بعض الاعمال او الرغبة بعمل معين او تحرك باتجاه معين اهم شي انك تضبطوا اعصابكم بس وما تتسرعوا بانجاز اكثر من عمل مع بعض تطلب منكم التركيز الشوي على بعض المواضيع والتدقيق فيها بالنسبة للوضع الصحي تقريبا نقدر نحكي الاوضاع ايجابية يعني برضو في نوع من انواع التحسن اهم شي ما تخلي الوسواس يسيطر عليك اما بالنسبة للبيت السابع فهو يعني بيت الشراكي موليد العشرية الثالثة هم اكثر ناس بدهم يكونوا حاذرين من التقلبات اللي بتصير معاهم او بينهم وبين شركائهم خصوصا ما بين الازواج اللي بتفتح مواضيع قديمة او نقاشات او حوارات بتحتد وبتكبر وممكن توصل لخلاف والفترة هاي لا تصلح لأي خلاف لانه الخلافات ممكن تتطور وتصل للانفصال لانه زي ما حكينا في زوايا مشكلة بتهدد العلاقات الزوجية عما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا على مستوى الاموال المشتركة بتظهر نوع من انواع التعب او الضغط على بعض المسائل اللي الها علاقة بالديون بالقروض بالبنوك بالميراث بالنفقة مثلا على بعض الاشخاص قضايا مالية او امور الها علاقة بتراكم بعض الاموال وما بتجد حلول لالها بتطلب منك تركيز اهم شي انه تحاول انك يعني تبعد عن المصاريف او او وهام المال وما تدخل حالك بشغلات ممكن انها تكون يعني ما يكون عندك القدرة على الالتزام فيها او الوفاء فيها بالفترة القادمة وبرضو احذر من بعض المحتالين اللي ممكن انهم يتآمروا عليك او يحاولوا يستغلوك اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا على مستوى الدراسة والسفر والامتحانات يعني الاجواء ايجابية وهي بتدعم نقاط قوية لالك وبرضو بتعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين اشخاص خارج البلاد او اجانب او تواصل في مسألة معينة او حوار ممكن يصل لك خبر ما او تناقش موضوع ما مع احد الاشخاص خارج البلاد بعض كو رح يهتم بموضيع الهلاقة بالدراسة الجامعية او الامتحانات الاجواء ما زالت داعم طيلة النهار لهاي الموضوع لانه القمر موجود في البيت التاسع فعشان هيك اللي بدو يقدم امتحانة مقابلة بدو يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض اما في ساعات المساء بتشتد او بتنشط في امور العلاقة باتصال او اه سفر تنجح بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية بدك تنتبه اثناء تنقلاتك وتتفقد كل اوراقك وامتعتك اه عليك عدم التسرع بالفترة هاي ودك تنتبه اثناء القيادة برضو في ساعات المساء لانه القمر رح ينتقل لمكان اه في شوي الضغط عليك اللي هو على الحمل فعشان هيك دك تنتبه لسمعتك دك تنتبه من بعض المجازفات من بعض الامور اللي ممكن يتهدد السمعة فعشان هيك ما في داعي لمخالفة القوانين ولا المجازفي لانه هيك غير انه المريخ موجود والقمر بده ينتقل معناته الامور بتكون ضاغطة على السمعة وتهديد امور السمعة فبدك تكون حذر ما تكبر الامور وتشوه سمعتك بالفترة هاي اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة ما زالت داعمة على مستوى بيت الاصدقاء وهي بتعملك تواصل جيد او علاقات جيدة بالفترة هاي وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تتلقى زيارة مفاجئة من بعض الاصدقاء او اتصال او حتى يعني نوع من انواع الدعم بيجيك من صديق ما او تهتم بقضية الى علاقة باحد الاصدقاء اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب خالي ما فيه اي تاثرات للكواكف عشان هيك ما نقول لك انتبه لا اعمالك انجزها بالكامل ما في دعم يعني بساندك في هاي المسألة يعني بدك تتعب تعب شخصي على هاي الامور انجاز اعمالك اهتمام باعمالك اهتمام بصحتك برضو مراقبة تطورات الصحة ياخذ ادويتك بمواعيدها هاي اهم النقاط الفترة هاي بتحمل نوع من انواع القلق على صحة احد الاحبة برج الاسد طبعا الاجواء ما زالت شوي فيها نوع من انواع الصحوبة صحوبة 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 اللي شوي بتأثر عليكم خلال هذا النهار يعني وقلق على مستوى مصاريف او دفعات او التزامات او امور مالية هي المقلقة خلال هذا اليوم يعني بظل التفكير كله بدور حول اشيه العلاقة بالمال او المصاريف او الدفعات او الالتزامات او المتاعب المالية من ساعة المساء طبعا الاجواء بتصير احسن بتنشط بالحركة والاتصالات والحوارات والتواصل مع اشخاص ممكن يكونوا خارج البلاد اكثر اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء يعني بتجيب فرص الها علاقة بالمال او ممكن تحصل بعض المكاسب او الاهتمامات المالية زي ما حكينا برضو البيت الاول بيركز على المال والبيت الثاني بيركز على المال فعشان هيك اليوم هو تفكير بس بمكاسب او ارباح او تحسين وضع مالي او تجاوز صعوبات معينة مالية شوي مرهقة او مربكة حاول بس تبعد عن المصاريف لزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى الحركة والاتصالات ولكن مش بالقوة يعني ما عندك هالرغبة القوية للامور هاي الا للاشياء الضرورية او المواضيع المهمة جدا جدا اللي ممكن تتحرك بهذا الاتجاه فعشان هيك اللي عنده دراسة او عنده امتحانة او عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد ويستعد بشكل جيد اليوم بيحمل نوع من انواع التعامل ما بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت يعني تقريبا بتشكل نوع من انواع الاهتمام اما مسأل الترتيب او ديكور او اشياء لها علاقة بمشتريات او مصاريف منزلية او حتى خلاف او نقاش او حوار عائلي شوي ممكن يظهر على الساحة يطلب منك النشاط او ممكن تنشط ببعض الامور العائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي شوي بتشكل نوع من انواع التوتر في ساعات المساء بترغب تعزيز علاقتك العاطفية او تقرب من الاحبة او تواصل معاهم او ممكن انك تفرج بخروجة معينة او نزهة او تغيير جو او حتى ممارسة هواية معينة الاهم انك تحافظ على ضبط الاعصاب اثناء التعامل مع الاحبة او مع الابناء او مع الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء برضو تتحرك باتجاه العمل تجد نوع من انواع الصعوبة في مكان العمل او بتتعطى الاعمال او بتتأجل في منك ورح ينضغط بشكل كبير وخصوصا موليد العشرية الثالثة هدول اكثر ناس بيعانوا من امور الها علاقة بالعمل او مشاكل في مكان العمل او خلافات ما بينهم وبين زملائهم او حتى يعني اشخاص بتحاول تتسلق على كتافهم او تشوه بسمعتهم ايه حاولوا برضو تنتبهوا على وضعكم الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا روتينية على مستوى التعامل مع الشركاء ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بتتعاملوا على طبيعتكم على حسب العلاقة اللي ما بينكم قصوصا ما بين الازواج اهم اشيء انك تبعدوا بس عن بعض التقلبات اللي ممكن تصير بالمزاج خلال النهار بالليل الاجواء ايجابية بتدعم من العلاقة وبتعمل تقارب ما بينك وبين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا زي ما حكينا انه الاهتمام رح يظل منصب على امور الهلاقة بالوضع المالي امش انك تتفحصوا او ممكن تتفحصوا حساب مشترك امتنعوا عن اي خطوة مالية جديدة بهاي الفترة الامور الضاغطة ومش مناسبة للمغامرات المالية وانتبهوا على موالكم من السرقة والضياع الفترة هاي برضو بتحمل مصاريف او ضغوطات على مستوى عائلية او على مستوى صحية او اشيء العلاقة بالرفاهيات اما بين ساعات المساء بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات بس ما في داعي للمجازفات لحديث ما يستقر القمر بشكل كامل بالحمل حاول انك يعني ما تهمل الاعمال عندك لانه ممكن تتعرض لبعض المشاكل في مكان العمل لعنده امتحانة او مقابلة طبعا الاجواء لسه بدها استعداد ما تجازف وما تغامر ودك تستعد بشكل جيد حتى اثناء تعاملك او تواصلك مع اشخاص خارج البلد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة نقدر نحكي انها ايجابية بتعزز من سمعتك ومن علاقتك مع زملائك او رؤسائك بالعمل ممكن تظهر بعض الاعطال او الاعباء او المشاحنات في مكان العمل ذاك تكون حذر ما تخليها تتفاقم وتكبر اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة على مستوى بيت الاصدقاء وهي بتعمل تواصل جيد ما بينك وبين اصدقائك او معارفك وبكون يعني الك حضور مميز حاول تستغل علاقاتك بتجاوز بعض المصاعب اما بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الزهرة ومشكل زوايا صعبة فعشان هيك منقول لك انتبه من امور الها علاقة بالعمل او حد يغرر فيك او يمدحك الزيادة فتنغر وبرضو انتبه على اشي اله علاقة بالتعطيل او اعطال مفاجئة بسبب تآمر اشخاص عليك وبرضو امور الها علاقة بالوهم الوهم الصحي او الوهم بالمرض او حتى شعور ببعض الاكتئاب من شيء معين حاول انك تطلع من الاجواء السلبية هاي ما تخلي النفسية تسيطر عليك الفترة هاي بتحمل برضو نوع من انواع القلق على صحة احد الاشخاص اللي بيعزوا عليك او المقربين اما صحيا او قضائيا برج العذراء طبعا القمر مقابلكم تماما وراح يظل بالمقابل لغاية ساعات المسافة عشان هيك بتحس بنوع من انواع التوتر ضغط هائل بكون طاقتكم ضعيفة ومتقلب بالمزاج واضح فعنكم اهتمامات طاقتكم مش بالكامل فعشان هيك ممكن تشعر بالوهن بالتعب بالتقلب بالمزاج او نوع من انواع الاكتئاب او ممكن الانزعاج من مسائل معين بتيجي بشكل مفاجئ اهم شي تحذر من ردات الفعل السلبية او الانفعال في لحظات ما اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا يعني بتدعمك على بعض المسائل المالية فممكن اليوم تحصلوا بعض المكاسب المالية اللي ممكن تيجي قصوصا كل ما اقتربنا لساعات الظهر اكثر للمساء اكثر ولكن ما تتطلب منكم مجازفات مالية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالدفعات ترتيبات تحصيلات ممكن بعض المكاسب تيجيك على شكل هبات او مساعدات او نوع من انواع الدعم اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواب تدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والتواصل مع اشخاص يعني ممكن تقنعهم بوجهة نظرك او تسوق لشيء معين يعني في دعم معين نفسي رح يكون لإلك في هاي النقطة اهمش انك ما تتسرع وابتعد عن الكلام الجارح واللاذع والانتقادات لانها ما رح تناسبك اللي عنده امتحانة ومقابلة يبدو يركز ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواب تدعمك على مستوى مسائل الها علاقة بالبيت او الها علاقة بالسكن او الها علاقة بالعائلة فممكن تنشط ببعض المسائل العائلية خلال هذا اليوم او تتواصل تواصل عائلي مع بعض الاصدقاء او افراد العائلة ممكن زيارة او اهتمام ببعض التصليحات ترتيبات او مثلا مناسبات عائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فعالمستوى العاطفي ما زالت الاجواء ضاغطة عاطفيا فعشان يمكن تنعو عن اي مواجهة او توجيه اللوم او الانتقادات للاحبة بالفترة هاي سيطر على غضبك وردات فعلك لانه الاجواء مش لصالحك يعني بتسبب نوع من انواع التوتر العالي والعلاقات الضعيفة عرضة للانفصال وانتبه اثناء تعاملك مع الابناء والوالدين من توجيه كلام ممكن يكون مش بمكانه او الوقت مش مناسب لاله فيسبب خلاف او مشكلة بينكم اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الاجواء يعني ما زالت فيها نوع من انواع التوتر على مستوى العمل ممكن انه تنجز بعض الاعمال بمساعدة احد الاشخاص ولكن الاهم تهتم لوضعك الصحي لانه شوي في نوع من انواع التقلبات او التعب او الشعور بعدم الارتياح الصحي اما بالنسبة للبيت السابع طبعا بظل اهتمامكم بينصب حول تعزيز شراكاتكم طيلة ساعات النهار اليوم ولكن ابتعدوا عن الخلافات والنقاشات والكلام الجارح او الانتقاد الشريك بسبب اهماله او تقصيره او تصرفه بشكل مرتجل حاول انك تبعد عن اي صدام لانه زي ما حكينا انه الزوايا صعبة وهي بتشكل تهديد لاي اشياء اسمه عاطفة او اسمه ارتباط او ما بين الازواج من ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل للبيت الثامن فبتنهمكو في عدد تنظيم اموركم المالية المشتركة بس احذر من النزاعات مع الشريك في العاطفة او المنزل او العمل لكن حاول انك ما تكبر المشاكل اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن اليوم يصلك خبر معين او موضوع تهتم فيه العلاقة بالسفر او بمسألة الها علاقة بالدراسة او دورة او بحث عن موضوع علمي معين بتطلب منك التركيز برضو بشكل كبير اللي عنده قضية قضائية او اوراق قانونية بده يهتم فيها وما يأجلها وما يهملها اما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمع الاجواء جيدة وبتدعمك وبتعزز من سمعتك ومن قدرتك على انجاز بعض الاعمال ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل ممكن تهتم بشيء بعمل مشترك او بواسطة مثلا يدعموك فيها بعض الاشخاص او بتستغل بعض علاقاتك لمسألة ما اما بالنسبة لبيتك 11 فهنا بدك تدير بالك من قلق او توتر او استياء اما من احد الاصدقاء او على احد الاصدقاء بتعرض لشيء فبتحزن عليه او تهتم بمشكلته اكثر اهمش انك تحافظ على ردات فعلك تحافظ على انفعلاتك وحاول انك تخلي علاقاتك جيدة ممكن اليوم تنشط اما بزيارة او انت تجيك زيارة على البيت اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة فهي بتساعدك على انجاز اعمالك وبرضو على المحافظة على صحتك صحيح ممكن تشعر ببعض التوعكات وخصوصا موليد العشرية الثالثة ولكن الاجواء جيدة وداعمة وممكن تتجاوزها بسهولة يعني عندك قدرة للاستشفاء صارت عالية صحيح ان القمر مقابلك تماما بيضعف طاقتك ولكن فترة مؤقتة وبتتجاوزها برج الميزان طبعا بيضل الامور اللي الها علاقة بالعمل او النشاط بالعمل او الحركة او عندك اعمال معينة بتحب تنجزها اليوم هي المسيطرة اكثر شيء فعشان هيك برضو وضع القمر في بيتك السادس دي ينتقل للسابع بيضعف من طاقتك فالامور الصحية هي اللي رح تظهر اليوم او التقلبات او الاكتئاب او الشعور بعدم الارتياح هو اكثر شيء ممكن يأثر عليك فحاول انك تضبط عصابة قدر الامكان من الانفعالات او من التهور في بعض الكلمات اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى المالي فممكن يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن الاهم انك تقللوا من مصاريفكم قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات وكل ما اقتربنا لساعات المساء بتزيد الرغبة عندك بالتواصل يعني عندك سرعة بديهة عالية ولكن ما تخلي احساسك يسيطر عليك لانه ممكن انه يخدعك فعشان هيك بدك تركز وبرضو اللي عنده امتحان او مقابلة اليوم بده يركزه ما يعتمد على الحدود انتبهوا اثناء تنقلاتكم واثناء حركتكم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت والعائلة وهي بتدعم من علاقاتكم العائلية فممكن تنجزوا بعض الاعمال اللي لها علاقة بالبيت او العائلة ممكن اجتماع او لقاء او حوار او اعمال منزلية شوي بتكون مرهقة ولكن عندك قدرة على انجازها اهم شي انك اذا بدك تفتح نقاش كون واضح باطرحك او بموضوعك او بحجتك بدون انفعال وعصبية يعني ركز على صلب الموضوع اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا على المستوى العاطفي جيدة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الاحبة خلال هذا النهار فممكن تهتموا بالحبيب او تحاولوا تتقربوا منه او تتراجعوا عن قرار سابق صحيح ان الاجواء فيها نوع من انواع الاستياء او بتحب تبعد بالفترة هاي لانه ممكن مزاج الحبيب هو المتقلب ولكن عندك قدرة لانك انت تخرجوا من هذا الجو اذا اردت انت ذلك ممكن يكون لبعضك تعامل مع احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات المساء فعشانيك واصلوا الاعمال اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا بعمل جديد يعني حاولوا بس تنجزوا الاعمال المطلوبة منك واهتموا بصحتكم في ساعات المساء طبعا الصحة رح تنزل كمان درجة يعني رب تصيروا عرضة للتعب او للارهاق بالفترة هاي فما تجهدوا حالكم كثير بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وانتبهوا اهم شيء من النيران والجروح ومن الالتهابات على انواعها اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء داعمة على مستوى امور الها علاقة بالاموال المشتركة فممكن تهتم ببعض القروض او الديون او سداد بعض الاموال او تسديد بعض الالتزامات او ممكن تفكر بمخرج معين لضغط مالي معين فعشان هيك الاجواء متقلة بيعة من اورانوس اللي بيحدث لك مفاجآت بشكل سريع جدا على مستوى الاموال المشتركة اللي عنده قضية مالية او امور الها علاقة بالمحاكم يهتم فيها وما يهملها اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء بتدعمك كل ما اقتربنا لساعات المساء بالاتصالات البعيدة والرغبة بالتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمساء اللي الها علاقة بالاوراق والمعاملات القانونية او حتى التعليمية او حتى بحث عن لغة او حتى تواصل مع اشخاص اما اجانب او مقيمين خارج البلاد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة فيها نوع من انواع التهديد فما تغرر او تنغر بوضعك وتهدد سمعتك فحاول ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين ما تشوه سمعتك التزم بالعادات والتقاليد يعني ما تنفتح الزيادة عن اللزوم بالفترة هاي خلي علاقتك جيدة ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل وما تخلي حد يستغل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة على مستوى بيت الاصدقاء وهي بتدعم من علاقاتك ما بينك وبين الاصدقاء وبتعمل تقارب ما بينكم فممكن اليوم تنشط بزيارة معينة او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او حتى لقاء الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ما زالت ضاغطة بسبب تواجد الشمس وعطارد في بيت المتاعب فعشان هيك بتشعر بانه في تعطيل الامور مش ماشي مثل ما بدك الوضع الصحي متقلب وبرضو في نوع من انواع القلق ممكن على صحتك او على صحة احد الاحبة برج العقرب بتظل الاجواء جيدة وداعمة لائلك وحيوية وطاقة كبيرة لغاية ساعات المساء فعشان هيك يحاول تستغل كل امورك او كل مخططاتك او كل الاشياء اللي بدك تعملها او عازم على اعملها انك تنجزها قبل ما توصل لساعات العصر لانه الاجواء بعد ساعات العصر بتكون بتتجرد من الحضوض فعشان هيك بصير بدك تعب وبدك تركيز بشكل اكبر اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء بتدعمك يعني بتخليك تنجز بعض المساء المالية في منك ورح يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل اضافية او مستردات او هبات او مساعدات او تحصيل على اشي لكم بتحاولوا انك تخضوه بالفترة هاي حاول قدر الامكان انك بس تقلل من مصاريفك ما تخلي رغبتك بالصرف انها توجهك لصرف النقود بدون حساب اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات وحتى على مستوى الاقناع سرعة البديهة عندك عالية وقدرتك على الاقناع عالية في منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالدراسة او الها علاقة بالمدارس او الها علاقة بالامتحانات الاهم انك انت تركز وما تعصب وما تنفعل وما تتهور اثناء امتحاناتك او اللي ما ذكرنا او حتى ردات الفعل السلبية اثناء تعاملك مع احد الاخوة او احد الجيران اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا مسيطرة عليها يعني ماسك زمام الامور ومهتم فيها بشكل جيد عندك اهتمامات عائلية ممتازة تواصلك العائلي برضو جيد ممكن في بعض المسائل العائلية المربكة اللي شوي مقلقيتك او بتوترك او بتخليك تفكر فيها بشكل كبير حاول انك تسيطر على انفعالاتك قدر الامكان وما في داعي انك تخلي الامور هاي او الاوهام هاي او المشاكل هاي يتأثر على نفسيتك اما بالنسبة للبيت الخامس فبتظل العاطفة قوية عندكم وبتميل التواصل مع احبائكم او التجاوب معهم وبرضو بتمنحك حضوظ في هذا اليوم لتجاوز بعض الاشياء اللي كانت صعبة طبعا طيلة ساعات النهار في ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت السادس اللي موجود فيه المريخ فعشان هيك بيغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الاحبة مع الاولاد فعشان هيك بدك تكون حذر شوي بدك تنتبه لردات فعلك حاول تنجز اعمالك ما تتسرع انتبه برضو من الاصابات انتبه من الحروق من النار وبرضو من اشياء الها علاقة بيعني التهابات او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا هنا بتركز على امور الها علاقة بالشراكة الاجواء جيدة بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك فممكن تحمل نوع من انواع المصالحة او التقارب وبتعد عن الخلافات والنقاشات الحادة عشان ما تتطور وتصل لمرحلة لا عودة فعشان هيك بتكون تحذروا انه ما زال في زوايا الزوايا هاي مشكلة بتهدد الحياة الزوجية ما بين بعض الازواج والحياة العاطفية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالاموال المشتركة فممكن تهتم بقرض او تسوية او دين او حتى انجاز بعض المسائل اللي الها علاقة ببعض الامور ببنك ضريبة تامين محاكم نفقة ميراث اشياء من هذا القبيل اهم اشي انك تركزوا ما تهملوا اي ورقة او اي اجراء اما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الاجواء على المستوى البيت التاسع بتوجهك باتجاه اشخاص اما مقيمين خارج البلاد او اشي الاعلاقة بالسفر او مواضيع اشخاص اجانب او امتحانات او مقابلات يعني الاجواء فيها نوع من انواع التوتر على مستوى البيت التاسع هاي مقلقيتك شوي ايه حاول تركز فيها بشكل ايجابي حاول انك ما تندفع ما تتسرع اثناء مقابلاتك او نقاشاتك او حواراتك ما تفقد السيطرة على اعصابك لانه شوي الجو ضاغط ممكن يصلك خبر او يصلك معلومة شوي تزعجك او تسبب لك نوع من انواع الارباك وخاصة اثناء تعاملك مع اشخاص اما بدرسوا معك بالجامعة او مدرسينك بالجامعة او حتى اشخاص مقيمين خارج البلاد او اجانب اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة منقدر نحكي انها جيدة بتقدر تحافظ على سمعتك بشكل قوي بتقدر تنجز اعمالك والاعمال المشتركة وفيه نوع من انواع الاهتمام راح يكون ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء بتدعمك على مستوى بيت الصداقة فبتعزز من صداقاتك وعلاقاتك فممكن يعني تنشط كثير باللقاءات او بالاتصالات مع الاصدقاء او معاونتك لا الهم او اطمئنان عليهم او مساعدتهم في بعض المسائل ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او ترغب في لقاء بعض الاصدقاء بالفترة هاي اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب ما فيه اي كواكب يعني بعطيك قدرة لانجاز اعمالك اهم شيء ما ترهق حالك برضو قدرة الاستشفاء عندك عالية الا انه المريخ هو اللي بسبب الامور اللي زي ما حكينا لها علاقة بالالتهابات او الحروق او الجروح بدك تكون منتبه منها الوضع اجمالا مسيطر عليه بشكل كامل والتحذير بس لما وليد العشرية الثالثة هم اكثر عرضة للاشياء السلبية اللي احنا ذكرناها على المستوى الصحي برضو بتحمل نوع من انواع القلق على صحة احد الاحبة برج القوس طبعا بيظل القمر موجود في البيت الرابع اللي بيشكل زاوية تربيع مع برجكم وهذا مكانه مش مكان ايجابي للكم بالعكس بيسبب بعض الضغوط او التقلبات النفسية او الاستياء وبيخلي مزاجكم حاد وعصبي في بعض الاوقات وبخلي لكم ردات فعل شوي تكون سلبية فعشان هيك بدك تحاول تشحن حالك بطاقة ايجابية حاول تبعد عن اي مواجهات او اي مشاحنات او اي جدالات خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاجواء ايجابية ودعمة للك بشكل قوي على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم وممكن تقلق بسبب ضعف مالي معين ولكن ان المصاريف عندك يعني بتيجي تقريبا نقول الجاي على قد اللي رايح يعني بمعنى اخر انه في عندك مصاريف تطلب انك تهتم فيها اكتر ابعد عن المصاريف اللي ما الها داعي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن المزاج عندك عصبي حاول انك تضبط اعصابك وردات فعلك حاول انك ما تعيش الوهم يعني بكون منطقي وواقعي اكثر ممكن اليوم يكون لك نوع من انواع التعامل مع اخ او جار وفي منك اللي بديوا عنده امتحان او مقابل بديوا يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا هي اللي مسيطرة لغاية ساعات المساة فحاول انكم تتجنبوا ادخال اي تغيير جذري على مساكنكم او او اي حوارات او نقاشات حدة مع افراد العائلة او ممكن انه شوي تنجز الاعمال بشكل روتيني اللي الها علاقة في المنزل ولكن اهم شي النقاشات والخلافات اللي تبعد عنها طبعا من ساعات المساء القمر بدو يصير في البيت الخامس بتزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم ولكن اهم شي انك حاول انك ما تفتعل خلاف في المنزل او مع احد افراد العائلة او مع الاحبة لانه زي ما حكينا المريخ والقمر رح ينتقل للمكان اللي موجود فيه المريخ فعشان هيك الضغط رح يصير اكبر على المسائل العاطفية او الاستياء او تذكر موضوع عاطفي قديم حاول تضبط عصابك قدر الامكان وحاول انه يعني شوي ما تفاقم الامور ما بينك وبين الحبيب لانه ممكن توصل للانفصال او لقطيعة ما في من وراها رجعة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء بتدعمك على مستوى العمل وعلاقاتك مع المسؤولين او زملائك ممكن تنجز بعض الاعمال المهمة والمربكة كانت في الايام الماضية اليوم تقدر تحققها وتنجزها اهم ايش انك تركز وما تهمل اعمالك الوضع الصحي متقلب شوي بتطلب منك نوع من انواع ما تعيش الوهم ولا تعيش الوسواس حاول انك بس تاخذ ادوية وترتاح وتراقب غذائك والامور بتكون جيدة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكة الجيدة والتعامل ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج بيكون فيه نوع من انواع الاهتمام الجيد وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات المساء فممكن تتراجع عن قرار سابق وممكن تحملك نوع من انواع المصالحة ولكن حاول ما تفتعل الخلافات عشان ما يكبر الخلاف ما بينكم وتزيد الفجوة اما بالنسبة لبيتك الثامن فالاجواء هنا زي ما حكينا دير بالك من الوساوس اللي الها علاقة بالاموال المشتركة ما تحاول انك تفرض حالك على اشخاص يعني انت بتطلب مساعدات ولكن مش بصيغة الامر ممكن ما يقدروا حاول تجد الاعذار لهم لانه ممكن وضعهم ضاغط عليهم ممكن ما عندهم امكانية اساسا انهم هم يساعدوك بالفترة هاي يعني شوي بدك تكون حذر من بعض الامور فيه اشخاص رح يهتموا ببعض الحقوق اللي لا لهم كمطالبات او تحصيل اموال او حتى قضايا مالية الها علاقة بمحاكم او الها علاقة بنفقة بميراث هذولا طبعا بدهم يهتموا ما يهملوا امورهم اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الاجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ويخلي لك رغبة بالتواصل بشكل كبير وخصوصا مع الاجانب اللي عنده امتحان او عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض انتبهوا اثناء تنقلاتكم على الشوارع المفتوحة اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة طبعا هذا فترة امتحان بالنسبة للك يا اما انت بترفع حالك للشهرة يا اما بتشوه سمعتك وبتنزل للحضيط فعشان هيك بايدك انت تتحكم بالوضع اللي انت عايشه حاول ما تشوه سمعتك ما تغامر ما تجازف ما تفتعل خلافات مع زملائك رؤسائك بالعمل على اساس انك تظلك بالمكان الامن اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الاصدقاء وبيعمل نوع من انواع تدعيم العلاقة ما بينك وبينهم فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او انت تذهب بزيارة بعض الاصدقاء او التواصل معهم او الاهتمام فيهم اما بالنسبة لبيت المتاعب فما في اي ضغط عليك من بيت المتاعب فعندك امكانية لانجاز اعمالك الاهم انك ما تعيش الوهم زي ما حكينا في امور الصحة حاول انك اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك او خذ ادويتك بشكل منتظم ممكن تحملك الفترة هاي قلق على صحة احد الاحبة برج الجدي يعني ما زالت الامور جيدة وبتدعمك على مستوى التحركات والاتصالات والتنقلات وعندك رغبة لكثير من الامور خلال هذا اليوم بتحاول انك انت تنجزها يعني سرعة البديهة عالية والنفسية عندك تقدر تتحكم فيها ولكن احذر من العصبية بس اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء يعني بتجيب فرص على المستوى المالي ممكن تحقق بعض المكاسب او المستردات او الهبات او الدعم المالي خلال هذا اليوم ولكن اهم اشي انك تحذر من المصاريف لزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فما زال القمر موجود لطيلة ساعات النهار فاهم اشي انه بتنشطوا بالاتصالات بالحوارات سرعة البديهة عندكم عالية ولكن احذروا من التقلب العصبية اللي بيتقدم لامتحان بدو يركز بشكل جيد في ساعات النهار من ساعات المساء طبعا بتفضلوا الاجواء البيتية والعائلية ممكن تكونوا شوي عدوانيين وهذا بسبب مزاجكم وممكن يسبب لكم هذا خلاف او سوء تفاهم حاول انك تحذر اثناء التنقلات واثناء قيادتك للسيارة بشكل كبير يعني ابرضو دير بالك من الخلافات قدر الامكان لان القمر بدو ينتقل زي ما حكينا للبيت الرابع في ساعات المساء فرح يتركز كله على امور الهلاقة بالبيت اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء جيدة شيئا ما طيلت النهار ولكن في ساعات المساء ممكن تدخل بخلاف او نقاش او حوار يعني شوي سبب لك نوع من انواع التوتر ابتعد عن اي مشاحنات او مزاجية او تقلب بالمزاج اثناء تعاملك مع الاحبة عشان ما يكبر الخلاف وتصير قطيعة ما بينكم اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء بتدعمك على مستوى العمل على مستوى علاقاتك بزملائك او زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل ممكن اليوم تنجز بعض الاعمال اللي كان صعب انك تنجزها بالفترة الماضية بسبب النشاط ان القمر لسه موجود في البيت الثالث فعندك رغبة او قدرة على انجازها لاهم انك تنتبه على الوضع الصحي من بعض التقلبات اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا بتدعمك على مستوى بيت الشراكي شيئا ما فبتسهل عليك بعض الامور انك انت تقدر تتواصل او تتحاور ولكن اذا عصبت او فقدت سيطر على نفسك اعرف انه انت رح تدخل بخلاف او نقاش او حوار حاد جدا ممكن يوصل لمرحل تهديد استقراركم العاطفي فعشان هيك انتبه اثناء حوارك ونقاشك مع الازواج تحديدا اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى امور الها علاقة بالاموال المشتركة فممكن تعززه بعض المسائل او الطالب ببعض الحقوق اللي لا اليك او امور الها علاقة ببنك ضريبة تأمين او اموال مستردة او امور الها علاقة بالقضايا المالية زي نفقة قرض مثلا او تأمين او امور الها علاقة بنفقة مثلا فعشان هيك بتكونوا منتبهين لهاي الامور ما تهملوا اي ورقة قانونية خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء داعمة بشكل قوي جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد والرغبة بالسفر او السفر او التنقلات في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة باشخاص خارج البلاد او اجانب او ثقافي ما او دورة في مجال ما او تطوير وضع ما وبعض الاشخاص رح يهتموا بمسائل اللي الها علاقة بالاوراق القانونية او المعاملات فعشان هيك يهتموا فيها وما يهملوها اما بالنسبة لبيتك العاشر فالاجواء تقريبا بتدعمك على مستوى مسائل اللي الها علاقة بالسمعة فممكن تعززوا السمعتكم او تدافعوا عنها خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بمثلا زملائكم او رؤسائكم بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء داعمة بشكل قوي جدا على مستوى علاقاتكم واصدقائكم فممكن يتوجهلك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء الاصدقاء او الحوار معهم ممكن يبادر بعض الاصدقاء او صديق معين لمساعدتك في مسألة معينة وممكن شخص منهم يطلب منك مساعدة فممكن انت ما تخذله ولكن اهم شي ابتعد عن الكفالات المالية اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء جيدة على مستوى بيت المتاعب ما فيه اي كواكب تأثر عليك فعشان هيك الاجواء تقريبا بتمشي بشكل ايجابي على مستوى العمل فممكن تنجزوا بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالصحة او مراقبة الصحة او مراجعة الطبيب او مستشفى او ايشي له علاقة باجراءات قادمة على الطريق وبرضو بعضك رح يقلق بشأن صحة احد الاحبة برج الدلو على المستوى النفسي تقريبا الاجواء ايجابية ودعمة للكم بشكل قوي نفسيتكم احسن اليوم في نوع من انواع الاستقرار النفسي عندك اكثر من الايام المضت يعني ومشحنين بطاقة عالية جدا ممكن اليوم تهتموا ببعض الامور الشخصية او النفسية او امور الها علاقة بالهندام او بالمظهر او بقصة شعر او اشياء الها علاقة بلباس معين اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود في البيت الثاني فبظل عندكم الاهتمام بالمسائل المالية ممكن دفعات تحصيل من مكسب مالي بيجي من عمل اضافي ممكن اهتمام بمستردات هبات دعم هدايا مثلا بس اهم شي انكم تتجنبوا شراء اي حاجية ثمينة وخففوا من النفقات قدر الامكان من ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت الثالث فبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل انه يعاني لبعض منكم من مشاكل او نزاعات مع رفيق او رئيس في العمل او الزوج لأسباب بتعود للمال عشان هيك بدك تتجنب امور الها علاقة بالتبذير اللي عنده امتحان او مقابلة من ساعات المساء يحاول يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وانتبهوا اثناء تنقلاتكم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء داعمة على مستوى البيت شيئا ما يعني بتعمل نوع من انواع التوافق على مستوى امور الها علاقة بالبيت بالعطارات بالتصلحات بالترميمات او النشاطات المنزلية او العائلية او الاهتمام بالعائلة ككل يعني فيه اشياء ايجابية ودعملة لك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء اكيد يعني راح تكون فيها بعض الاشياء المميزة خلال هذا النهار وبتعطيكوا قدرة على التواصل مع الاحبة ممكن تهتموا ببعض المسائل اللي الها علاقة باشياء او ظروف او اشياء مساعدة للحبيب بالفترة هاي يعني الاجواء تقريبا الاشواء هي ما هي الاشواء اشواء القلب يعني برضو بتيجي بتركيب الموضوع المهم انه الاجواء تقريبا ايجابية اهم ايش انكم تستغلوها تبعدوا بس عن النقاشات والحوارات الحادة لانه شوي بتعمل نوع من انواع النفور والفترة هاي زي ما حكينا هي حساسة وبتشكل نوع من انواع الضغوط على المستوى العاطفي او ما بين الاحبة او الازواج اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا تدعمكم على مسألة لها علاقة بالعمل فممكن تنجزوا بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن شوي تراكم عندك عمل معين او يكون صعوبة في عمل معين او تجد احباط من مسألة بتتعلق بالعمل او خلاف في مكان العمل مع زملائك او رؤسائك بالعمل او احد الزبائن او المعاونين فعشان هيك بدك تنتبه بس من ردات الفعل استغل الايجابي وانتبه من الاشياء السلبية اما بالنسبة للوضع الصحي فبيحدث بعض التقلبات على الوضع الصحي اللي بدك تكون حذر منها وتنتبه لها بشكل مباشر عشان ما تتفاقم الامور اذا بتاخذ ادوية بشكل مستمر حاول انك ما تنسى وما تغير في جدول الادوية او انك تسهى وتاخذ الدواء مرتين مثلا اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعم العلاقة ما بينك وبين الشركاء شركاء المال والعاطفي ما فيه اي تأثيرات سلبية بالعكس للاجواء بتصير ايجابية اكثر كل ما اقتربنا لساعات المساء ولكن اهم اشي بدون قرارات بدون خلافات بدون نقاشات بدون حوارات حادة يعني بدك تسيطر على انفعلات قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا التركيز كله راح يكون على الاموال المشتركة او على داعم او على ممول او على قرض معين او على مساعدة معينة او على حل وضع بازمة مالية معينة الظروف الفترة الماضي ضغطت على هاي المسائل وانت بتحاول تجد بعض الحلول او تجد بعض الترتيبات لهاي المسائل الاهم اللي عنده قضايا مالية او امور الها علاقة بالمحاكم القضائية كميراث او مستردات او اشياء الها علاقة بالحقوق مثل النفقة او ميراث مثلا هذولا ما تهملوا اي ورقة او اي معامل لانه الاجواء شوي فيها نوع من انواع الضغط فخلي الامور تمشي بشكل ايجابي فبدك تكون حذر حاول تقلل من مصاريفك لانه الفترة هاي بتحمل نوع من انواع المصاريف اما العائلية او الاستشفائية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات البعيدة والتواصل مع اجانب او امور الها علاقة بالسفر الامور الجامعية او القضايا برضو ممتازة بالفترة هاي مسيطرة عليها بشكل كبير اللي عنده امتحان او مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض في ساعة المسائل اجواء بصير ايجابية وبتدعمك على هاي المسائل اما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الاجواء تقريبا برضو بتحمل بعض الخلافات والنقاشات او التهور في بعض المسائل حاول انك تنتبه لانه شوي الاجواء سلبية فما تجازف ما تغامر ما تخال في القوانين ما تدخل باعمال مشبوهة وما في داعي للخلافات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى بيت الاصدقاء وهي بعزز من علاقاتك او من امور الى علاقة بالاصدقاء فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء اصدقاء وممكن تتجاوز ضغوط بمساعدة صديق او ممكن تجيك بعض التطمينات لحل وضع معين بمساعدة صديق لا اليك اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا يعني بدكوا تكونوا حذرين وخصوصا الموليد العشرية الاولى والموليد العشرية الثالثة من بعض الاعطال او بعض المسائل اللي ممكن انها شوي تكون صعبة انها تمشي معكم بالفترة هاي حاول انك تنتبه على اعمالك ما تهملها حاول تنتبه على صحتك من بعض التطورات ممكن يكون لك مراجع على طبيب او لمستشفى بالفترة هاي وبرضو بدك تهتم ببعض الشؤون اللي الها علاقة بصحة احد الاحبة برج الحوت طبعا القمر موجود عندكم فبظل نفسي احسن وبظل في عندكم طاقة عالية جدا خلال هذا اليوم عندكم نشاط عالي اهمش انكم ما تبادروا بعمل جديد حاولوا بس تواصلوا بالاعمال اللي بدأتوا فيها من قبل وبرضو في راح يكون لكم بعض الاهتمام النفسي او الشخصي خلال هذا اليوم من ساعات المساء القمر بنتقل للبيت الثاني فعشان هيك بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم حاولوا انه بس تسيطروا على مزاجكم السيئ لانه شوي بتكونوا قليلين الصبر ممكن يسبب لكم هذا شوية نزاعات مع المحيط وبرضو شوية امور الها علاقة بالمصاريف لزيادة اللي ما الها داعي يعني بدك تراقبها بشكل جيد وتبتعد عن المصاريف لزيادة قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء داعمة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتنقلات برضو نشاط عالي جدا عندك ولكن ابتعد عن او سيطر على مزاجيتك وتقلبات المزاج عندك اللي بتيجي بشكل مفاجئ وبيجي بشكل حاد اللي عنده امتحان او مقابلة بده يركز بشكل جيد اليوم بيحملكه ممكن تعاون او تعامل ما بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت جيدة وهاي بتدعم من علاقاتكم مع افراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية او العائلية او تحاول تحل مشكلة الى علاقة بالبيت مثل مشتريات او تصليحات او ترميمات او نقاش مثلا بتعلق باحد افراد العائلة وكان مقلق بالفترة الماضية بتحاول تجد بعض الحلول ولكن حاول انك تضبط انفعلاتك وعصبيتك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء المستوى العاطفي حدي جدا بسبب الزهرة الي من المفروض انه بعطيك طاقة ايجابية ولكن بمكانه وبالزوايا بدكوا تنتبهوا من التقلبات وخصوصا موليد العشرية الثالثة من التقلبات اللي بتيجي بشكل مفاجئ او القرارات الحادة اللي ممكن توصل علاقتكم للانفصال بدون رجعة فبدكوا تحذروا وحاولوا تسيطروا على انفعلاتكم قدر الامكان في منك رح يكون له تعامل مع احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا تحمل بعض الايجابية على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال او تهتم بعمل معين صعب فتنجزه خلال هذا اليوم او يكون فيه من انجازه نوع من انواع التعامل يعني تتعاون انت وبعض الزملاء او بعض الاشخاص لانجاز هذا العمل طبعا انجازك لايل ورح يكون ايجابي ورح يكون فيه بادرة جيدة في مكان العمل ممكن تدافع عن موقف لايلك او حق لايلك واتثبت هاي الامور بشكل ايجابي بالنسبة لايلك اما بالنسبة للوضع الصحي فاجمالا الاجواء ايجابية ودعمة لايلك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكي جيدة والعلاقة ما بينك وبين الشريك يعني ممتازة في نوع من انواع التقابل او التلاقي في بعض الاوقات ولكن اذا دخلت الخلافات او النقاشات اعرف ان الاجواء سلبي تماما طاقتك ضعيفة بالفترة هاي حاول تبعد عن القضاء او عن القضايا القضائية ابعد عن اي شيء بوتر العصاب ابتعد عن النقاشات الحادة ما بينك وبين الازواج او شركاء المال بتصير الاجواء ايجابية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك على مستوى الاموال المشتركة فممكن اليوم تحصل بعض الامور اللي الها علاقة بدعم ما او خبر يطمن بالك على موضوع قرض مثلا او تسوية او جدول الديون معينة او تحصل بعض الحقوق اللي لا اليك او وعد بتحصيلها بالفترة القادمة المهم الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية ولكن بتحمل بعض المصاريف اللي بتيجي اما عائلية او استشفائية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالمحاكم او القضايا او الاوراق القانونية وقسم رح يهتم بامور الها علاقة بالدراسة الجامعية او دورة معينة او اهتمام بلغة او ثقافة او رغبة بالسفر يعني على حسب وضعك الاجتماعي على حسب سنك على حسب طبيعة شغلك بكون لك الاهتمام ولكن على مستوى البيت التاسع الاجواء ايجابية ودعملة اليك بقوة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة يعني شوي بدها نوع من انواع الحذر فما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك حاول انك تستغل العلاقات والمعارف لتجاوز صعوبات معينة ممكن انك انت اليوم تستغل واسطة معينة لا انجاز شيء الاهم انك تهتم بصحتك زي ما حكينا بشكل ما قبل في البيوت الاخرى وبرضو تهتم بشؤون الها علاقة بالعلاقات الاجتماعية وخصوصا مع معارفك ومع زملائك ورؤساك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بتنشطوا في امور اجتماعية ممكن التواصل مع اصدقاء او دعوة لحضور حفلة او مناسبة او زيارة اجتماعية او مجاملة اجتماعية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة زي ما حكينا او تهتم بمسائل الها علاقة بمشكلة مع صديق او تلجأ لصديق لمساعدتك في مسألة ما اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالاجواء خالية ما في اي تأثيرات للكواكب فعشان هيك معناته بتقدر تنجز اعمالك بشكل جيد ام مش ما تخليها تتراكم برضو عندك اهتمام بصحتك بشكل جيد ممكن القلق يكون مش على صحتك انتي ممكن القلق يكون على صحة احد الاحبة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء